بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آآ هذا آآ ردٌ على آآ المسمى بأبي يحيى سامح ابن محمد آآ في كلامه على رد آآ رده على آآ واجد غنيم آآ احنا مش في مؤرد ان احنا ندفع الوجد غنيم نخطأه او نأيده او هذا الكلام لا لا الكلام على محتوى الكلام اللي قالوا آآ ابو يحيى دا آآ عن معنى الولاء آآآ عن نافي الايمان عن بعض الاعمال نبتدي مثلا بتداءا آآ آآ عن آآ معاني الولاء هو حصر معاني الوراء كلها في كيون العبد يوالي الكفار في دينهم وكان بيأكد جدا على المسألة دي طيب انا مش هرد على كتير لان الواحد بصراحة طائب من هذا الكلام سنين بنرد على هذا الكلام وبنبين وبنقول طيب اولا هو يعني من ضمن السدل بها قول السعلي في كتابه القعد الحسان فالنهي واقع على التولي والمحبة لاجل الدين طيب ماشي هذا كلام المشكل يعني ايه النهي واقع على التولي والمحبة لاجل الدين نفهم عايزين نفهم كلام السعلي اللي في اشكال ده نفهمه ازاي طيب نرد كلام السعلي للتفسير نشوف تفسيره في الاية قال ايه طيب نبص على كلام السعلي في التفسير بسم الله الرحمن الرحيم في تفسير صورة الممتحنة بيقول ايه السعلي طيب بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اسمع وانتبه قول الله عز وجل فصل نفسه اصلا ربنا عز وجل بيكلم عن الناس اللي بيقتلونا احنا في الدين طيب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين قتلونا احنا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقصيتين إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ها هو ايه الدين بتاعنا احنا قتلونا في ديننا احنا طيب انشوف تفسير السعلي بيقول ايه طيب بيقول ايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تب encouragedوا اليهم ان الله يحب المقصتين um لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم فليس عليكم ننحن أن تصلوه من آخر الكلام في تفسير هذه الأية وقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به تمام هم بعدوكم من أجل دينكم ولمن قام بهذا الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا يعني عاونوا غيرهم على إخراجكم نهاكم الله أن تولوهم بالمودة والنصرة بالقول والفعل هو لم يذكر هنا أن نحن نتولهم في دينهم بل هم يقاتلوننا نحن من أجل الدين طيب وأما بالركم وإحسانكم الذي ليس بتولي للمشركين فلا من ينهاكم الله عنه بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وذلك الظلم يكون بحسب التولي تمام؟ يكون هذا الظلم بحسب التولي فإن كان تولياً تاماً صار ذلك كفراً مخرجاً من الملة تولياً تاماً لأن السعلي ما ذهبه في مسألة التولي أنه لا يفرق بين المولاء وبين التولي بخلاف غيرهم من أهل العلم ففرقوا بين المولاء وبين التولي طيب فقال إن كان تولياً تاماً صار ذلك كفراً مخرجاً من الملة هل تعرف يعني إيه تولياً تاماً؟ اخرج بقى واشوفوا أقوال أهل العلم طيب صار ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراطب ما هو غليظ وما هو دون ذلك يبقى بحسب التولي يبقى هو عنده التولي إما تولي كامل تام أو تولي ناقص التولي التام يخرج من الملة طيب لو تولي ناقص هذا التولي الناقص إما أن يقترب من درجة الكفر وإما أن يكون معصية كبيرة من الكبائر كما فعله حاطب هذا نوع من أنواع الإجاز في هذا الكلام يبقى كلامه على كلام الشيخ السعدي أنهم يقاتلوهم لا ينهاكم الله أنه يواقن على التولي المحبة لأجل الدين يبقى هو بيكلم على الكفار هما إحنا ما نوليهم شيء ولا نحبهم طالما أنهم بيقاتلونا في ديننا ومنهم من يظاهر أو هؤلاء الكفار يظاهرون من يقاتلونا في ديننا أو على ديننا وليس الكلام موجه لنا أننا نوليهم من أجل ديني ويعني جمع المسألة كلها أو حصر المسألة كلها بتاعت التولي في مسألة التولي على الدين طبعاً ده غلط طيب ده بالنسبة مسألة التولي إيه 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 بقى كلامه بقى وشوف كلامه بقى إيه اللي نقله عن أهل العلم شوفهم هما مقصود بهم إيه مقصود بهم في المسألة دي إيه وعشان تحل المسألة دي لازم بتجيب كل أطراف الأدلة عشان تبقى منصف سيبك مني وسيبك منه هو يعني عشان تبقى منصف أنا برد عليه هو في هذا الكلام طيب طب دي مسألة المسألة التانية إنه بيقول إني قول الله عز وجل لا تجد قوماً يؤمنون بالله وباليوم الآخر يودون من حظ الله بيقولك إنه هنا نفي الإيمان هنا معناه نفي الإيمان الكامل أو كمال الإيمان طيب هو هنا بيلبس هو هنا بيلبس الكلام هو لا تلبسه الحق بالباطل طيب إحنا عشان نفوك الاشتباك ده والكلام ده نعمل إيه؟ طيب طيب تعالى نشوف كتاب من كتب أهل الألم معتبر إن كلاك كتاب الإيمان لابن تيمية تعالى نشوف كده ابن تيمية قيل إيه؟ في أو عندما ينفي الله عز وجل الإيمان بقوله أو إنه عشان ننفي بعض الحديثه ينفي الإيمان عنفاع لبعض الأفعال فاسمع إلى قول ابن تيمية طيب المدعو دوت أبو يحيى ده سمح ابن الحمد بيقول إنه لا تجدوا قاماً يؤمنونك اليوم الآخر إنه في الإيمان هنا إنه في الإيمان الإيه؟ كمال الإيمان طيب ابن تيمية بيقولك إيه؟ ثم إن نفى الإيمان يعني إنه عليه الصلاة والسلام أو ربنا سبحانه وتعالى إن نفى الإيمان أو إنه نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجب يعني إن كان الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عند عدم العمل يعني لو أنت ما عملتش بقى ما فيش إيمان طيب دل على أنها واجبة ده ده أو النقطة لازم نفهمها يعني إيه؟ لا إيمانة لمن لا أمانة له طيب ده إيه؟ طيب يدل على أن هذا العمل واجب طيب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مع اختلاف أهل العلم يكون واجب أو لا طيب ده واجب طيب لما يجي نفى الإيمان يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ما نائي إن هذه الفعلة واجبة ومع كونها واجبة هي شرط صحة بالنسبة للصلاة لا تصحة الصلاة إلا بها كذلك الإيمان هناك أعمال أو أفعال واجبة طيب دي درجاتها مع الأحكام الخامسة أنها واجبة طيب ومع كونها واجبة فهي شرط صحة بالنسبة للإيمان أو هي ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا بها طيب دي أول نقطة النقطة الثانية وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانهم على أنها مستحب من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم ببين فضل إيمان من يفعل ذلك ماش كده؟ يبين فضل إيمان من يقول قولا معينة يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضعيفا طيب يدل على أن هذه الأعمال مستحبة طيب تعال بص كده وإن ذكر فضل إيمان صاحبه ولم ينفي إيمانه دل على أنها هي مستحبة فإن الله ورسوله لا ينفى أو لا ينفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن طيب أم القرآن هذه الفاتحة تجوز الفاتحة بغير قراءة تجوز الصلاة بغير قراءة الفاتحة لا نلعى أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها لما يجي قولي لا تشدق من يؤمنون باليوم الآخر ليؤمنون بالله وباليوم الآخر يؤدون من حد الله نفى الإيمان عنهم معنى ذلك أن هذا الإيمان واجب ومع كونه واجب أنه شرط صحة إما أن يكون شرط صحة أو شرط كمان طيب إيه اللي سيدي لنا على كده بقية الأدلة في القرآن والسنة في أبواب الولاء والبراء والكلام ده تمام؟ هي اللي سيتبين لنا الكلام ده شرط صحة ولا ركن طيب يا قوله لا صرط إلا بأم القرآن وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولحو ذلك فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفيها الانتفاء المستحب يعني مش ينفي الإيمان عنه خلاص؟ بل هو حيبين فضائل هذه الأفعال مع طبوت الإيمان خلاص؟ طيب بيقول الإيمان الزينية برضو فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفيها الانتفاء المستحب فإن هذا لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحاج لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب هو كان بيقوله كمال ولا ذكر بقى ولا كمال واجب ولا كمال مستحب طيب فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفي عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا يقوله عقل فمن قال إن النفي هو الكمال هنا بقى هو قال هنا ايه في الكلام بتاع اليوتيوب النفي هو الكمال نفي كمال لأنك أنا حالزمك بأمور هنا نفي الكمال في الآية لأن أنا حالزمك بأمور ورح قاعد يسترد كده سوية كلام وصارت بعض أقوال للنبي عليه الصلاة والسلام طيب ابن تما بيقولك ايه فمن قال إن نفي الكمال هو أو إن النفي هو نفي الكمال فإن أراد أنه نفى الكمال الذي يذم تارك وخد بالك كمال يذم تارك ويتعرض للعقوبة فقصد ده ايه الكمال هذا يدل عن إن فعله واجب هو ده وده المعنى في الواجب يذم تارك وتعرض للعقوبة طيب فقصد وإن أراد أنه نفي الكلام المستحب يعني هو بالتنفي كلام ايه كمال ايه كمال مستحب فهذا الميقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فإن من فعل الواجب كما واجب عليه ولم ينتقس من واجبه شيئا لم يجوز أن يقال ما فعلته لا حقيقة ولا مجازا فإذا قال للأعراب المسيء في صلاته ارجع فصلف أنك لم تصلي وقال لمن صل خلف الصف يقال أمره بالإعادة لا صلاة لفد خلف الصف كان لترك واجب وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا جهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنون المخطبون به إلى بقى آخر هي كلامه في كتاب الإيمان طيب الآية التي ذكرها تدل على أن هذه الأفعال واجبة ولم يأتي من كتاب الله على صلتنا رضي الله صلى الله عليه وسلم أن من تركها فقد كفر لا 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 هي واجبة من تركها فقد أثم تعرض للعقوبة وتعرض للإثم تمام؟ يبقى المفروض هو يشرح هذا الكلام وبين هذا الكلام لأنهما يلبسوا على المسلمين هذا الكلام رجوع إلى أهل العلم رجوع إلى كلام الله ورسوله وفهم مراد الله ورسوله من هذا الكلام مهم جدا وبصراحة الواحد زهيء من كتر ما بيسمع هذا الكلام لما بيسمع لهم كلام استغفر الله يعني مش عارف مش عارف بيزينوا البطل إزاي ومش عارف بيحينوا عن الحق إزاي الناس دي مش عارف مش عارف عايزين إيه؟ عايزين إيه بي نوع القضايا ليه؟ والحساب مين؟ وعشان مين؟ وعشان خاطر مين؟ كل الكلام ده منبوز كل الكلام ده قول الكلام اللي يرضع بنا سبحانه وتعالى ومتحورش الكلام عشان ما يبقى يبقى على مزاجك انت وعلى مزاج معتقدك الخاص طيب هذا الكلام أنا لا أدافع بيه عن أحد إنما أردت تبيين معاني كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقولوا ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم